بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل الله جل جلاله هو خالق الخلق وهو رازقهم وهو مدبر أمرهم وبرهان الخالقية برهان عظيم بل هو البرهان الأعظم الذي جاء به هذا القرآن العظيم للدلالة على أن الله عز وجل وحده صاحب الحق أن يعبد جل جلاله فهذا البرهان العظيم الذي كثر ذكره والتذكير به في القرآن لتطمئنا قلوب المؤمنين ويثبت على إيمانهم ويفرحوا بالهدى الذي هداهم الله عز وجل له وبه يفتحون أعيناً عمياً وقلوباً غلفاً وبه يحاورون ويجادلون وبه يسكتون أهل الباطل ويردون على أهل الشبهات فهذا البرهان العظيم شأنه كبير في هذا القرآن ومن القضايا التي ترتبط بهذا الجانب قضية الإختيار والاستفاء وأن الذي خلق هو صاحب الحق أن يختار مما خلق والذي أوجد من العدم والذي يدبر أمر ما أوجد هو الأحكم وهو الأقدر وهو الأعلم في أن يفاضل بين مخلوقاته وأما غيره فليس له الحق وليس بصاحب حق وهذا أصل عظيم إيماني عقدي نجده في قول ربنا جل جلاله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فابتدع بذكر برهان الخالقية وربك يخلق ما يشاء وكان الإختيار بعد الخلق فهو يختار ما يشاء ويصطفي ما يشاء وما كان لهم الخيرة أي ليس هذا لهم لكل أحد سواه جل جلاله فهذا حقه ومقوِّم الاستحقاق برهان الخالقية أنه هو الذي خلق وربك يخلق ما يشاء فهو الذي يختار وأما الذي لم يخلق فليس هذا من حقه هذا الأصل العظيم وهذا الحق الكبير لربنا جل جلاله الخالق سبحانه وتعالى نجد في الآية التي نتدارسها ووقفنا معها في درسنا الماضي وهي قول ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس فمن الذي قال أن هذه الأمة هي الخير من الذي اصطفى الذي خلق والذي تبين لنا أنه هو صاحب الحق في الاستفاء والاختيار في التفضيل في التقديم في التمييز كل ذلك حقه والبرهان أنه هو الذي خلق وهو الأعلم بما خلق جل جلاله فالله عز وجل هو الذي اصطفى هذه الأمة وهو الذي اختارها والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته وهو الصادق المصدوق المبلغ عن ربه الموصوف في كتاب ربه جل جلاله بقوله سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أخبرنا عن شيء من تفصيل هذا الاختيار والاستفاء لهذه الأمة فمما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى من استفائه لهذه الأمة والخيرية التي هي فيها أن الله عز وجل جعلهم أكثر الأمم التي مضت أجورا مع أنهم أقلهم عملا أكثر الأمم التي مضت أرسل لم يقول أنتم توفون سبعين أمة يعني أنتم تكملة السبعين من الأمم التي سبقت هذه الأمة الخاتمة أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنتم خيرها أي هذه الأمة هي خير السبعين فمن هذا فمن هذا الاستفاء مما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أن هذه الأمة أكثر الأمم التي مضت أجورا أعطاها الله مضاعفة الأجور على صفة لم تُعطى لأي أمة مضت والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصاف النهار يعني من الصباح إلى نصف النهار ثم عجيزوا فأعطوا قراطا قراطا مكافأة على عملهم ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فعجيزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراط ونحن أكثر عملا قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء إذن هذه الأمة آجالهم في الأمم السابقة على مستوى الأفراد أقل آجالهم على مستوى بقاء الأمة أقل ولكن الأجور مضاعفة وهذا فضل الله وهذه من الخيرية التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة من حيث الظهور والوجود في هذه الحياة الدنيا هي آخر الأمة ويوم القيامة تكون أول الأمم أول الأمم حسابا أول الأمم دخولا إلى الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدان الله له والمقصود يوم الجمعة فإذا هذا أيضا من خيرية هذه الأمة أول من يدخل الجنة هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم نحن الآخرون الأولون نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة فأول من يدخل الجنة أهل الإيمان من هذه الأمة وأيضا أهل الجنة نصفهم من هذه الأمة الخاتم وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عدد من أصحابه منهم عبد الله بن مسعود وعمران بن حسين وأبو سعيد الخدري كل هؤلاء رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إخباره أن نصف أهل الجنة من أمته عليه الصلاة والسلام أيضا من اصطفاء هذه الأمة أن الله عز وجل اختار منهم سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب وجوههم على صورة القمر ليلة البدر فهذا من اصطفاء الله لهذه الأمة المحمدية الخاتمة ومن اجتبائه ما ذكر الله عز وجل هنا في هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس فهذا اخباره جل جلاله في كتابه بهذا الاصطفاء وهذه الخيرية لهذه الأمة وفي ذلك كله أيها الإخوة تعريف تعريف بالأمة الخاتمة ومكانتها بين الأمم وقدرها وقيمتها عند ربها عز وجل وفي هذه الآية تضمن أيضا التنبيه على واجبها التنبيه على واجبها لتكون لها الصدار والريادة لسائر الأمم فهي تهدي الأمم إلى الطريق القويم وتخرجها من الظلمات إلى النور وهذا الأمر هو المحتاج إلى العناية والقيام به بجد خذ الكتاب بقوة فإذن هذه قضية الاستفاء هذه قضية الاستفاء أما الأمر الذي ربط به هذا الاستفاء هنا فهي ثلاثة أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله والإيمان بالله ووقفنا في درسنا الماضي مع صورة عملية لأثر هذا الشر وهذا القيد وهذا الضابط للخيرية وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقفنا مع صورة عملية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضا وقفنا مع مواقف لأصحابه رضوان الله عليهم ثم أيضا من علماء هذه الأمة وأفرادها ذكورا وإناثا وأن هذه الأمة كانت قائمة بهذا الحق العظيم الذي أنيط الذي أنيط بها ونقف اليوم مع نفس القضية لكن في بعدها التأصيل في بعدها العلم المعرف قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا لنعلم أن إن كان الأمر يخبر عن خيرية هذه الأمة فهو يخبر بعد ذلك عن صفوة الصفوة وخلاصة الخلاصة فإن كانت الأمة هي خير أمة فإن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم في قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله مستنبطا فقه 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 عظيم من هذه الآية يقول في هذه الآية دلالة على أن الأمر بالمعروف على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر منزلته تلي منزلة الأنبياء عند الله عز وجل لذلك ذكرهم الله بعده استنبط من هذه الآية أن منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأتي ويأتي أصحابها في المقام والرتبة والدرجة بعد الأنبياء لأنهم ذكروا هنا بعد الأنبياء كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر المعروف ما هو المعروف وما هو المنكر المعروف يطلق على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه فهو اسم جامع لكل ما عُرِف من طاعة الله عز وجل والتقرُّب إليه والإحسان إلى الخلق كل ذلك معروف كل ما هو يقرِّبك إلى الله وكل ما هو معلوم أنه طاعة لله وكل ما هو إحسان إلى خلق الله فذلك هو المعروف فذلك هو المعروف فلذلك هو معروف عند الناس لذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن أعرابي قيل له كيف عرفت أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله بأي شيء عرفت ذلك فانظروا ما هو ميزان الأعراب ما هو ميزان الأعراب في معرفة أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به فإنما جاء به تقبله الفطرة والعقل السوي السليم فإن جاء الأمر منه قال العقل السليم ما يقول ليته نهى عن هذا الشيء وإن نهى عن الشيء ما يقول العقل السليم ليته أمر به قال فعرفت بذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هذا المعروف المنكر ضد المعروف وهو ما عرف قبحه نقلا وعقلا يقول ابن جرير رحمه الله وأصل المنكر ما أنكره الله ورآه قبيحا فعله ولذلك سميت معصية الله منكرا لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها ركوب ذلك الفعل إذن هذا المعروف وهذا المنكر فالله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ماذا في وحي الله من بيان فضلي هذا الأمر العظيم فإننا نجد في كتاب ربنا جل جلاله أن الله عز وجل جعل من أخص صفات رسوله صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم جعل من أخص صفات صفيه عليه الصلاة والسلام أنه آمر بالمعروف وناه عن المنكر قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فمن أخص صفات هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أيضا جعل الله عز وجل هذا الوصف وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أوصاف من اصطفاهم الله من عباده المؤمنين فكما أنه أخص صفات النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام فكذلك هو أخص صفات عباده المؤمنين الصادقين قال الله سبحانه وهم أهل النفاق ما هي صفتهم وماذا قال الله عز وجل فيهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وماذا قال عن المؤمنين كما قلنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذن بهذه الصفة حدث التمايز التام بين الفئتين فئة آمرة بالمعروف وفئة آمرة بالمنكر وفئة ناهية عن المنكر وفئة آمرة بالمنكر الأولين وصفهم أهل الإيمان والفئة الثانية وصفهم أهل النفاق فبهذا العمل حدث التمايز التام فصار الظد بين أهل الإيمان وأهل النفاق أيضا نعود إلى الآية فوجدنا في كتاب ربنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله هو مناط خيرية هذه الأمة مناط الخيرية هو هذا الأمر العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر ولذلك لعظم هذا الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القائمين به في آخر هذه الأمة يعدلون في الأجر يعدلون في الأجر أجر أصحابه الذين التقوا به وصحبوا فصح عنه صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر أي بهذا العمل رفع الدرجتهم وضوعف أجرهم فكان أجرهم كأجر الأولين من هذه الأمة الذين هم خير هذه الأمة والذي أوصلهم إلى ذلك قيامهم بهذا الأمر بهذه الخصيص العظيمة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أردنا أن نعرف بعد ذلك ما هو ميدان هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هي قضايا محدودة معدودة يقوم بها الإنسان ليدرك الإنسان لأن من سمع ذلك لا أحسب إنسانا يؤمن بأن قول الله حق وخبره صدق ووعده نافذ ناجز ويسمع ذلك في كتاب الله إلا ويريد أن يكون له قدم صدق في هذا الوصف فيأتي السؤال هل القيام بذلك لا يطيقه إلا فئة محدودة مخصوصة أو أن الأمر يمكن أن يقوم به كل مسلم وأن ينجز من العمل ما يدخله في هذه الفئة المصطفى المختار وفي هذا العمل العظيم الذي مكانته عند الله بهذه المكانة وقبل أن نبين ذلك لنستمع إلى كلمة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه لنفهم أن كل إنسان كل إنسان لا بد أن يكون إما آمر بمعروف أو آمر بمنكر أو ناهي عن منكر أو آمر به كل إنسان ماذا يقول شيخ الإسلام يقول وهي حقيقة كلمة عظيمة مبنية على فقه عظيم لهذا القرآن والتأمل في خلقة هذا الإنسان وعمل هذا الإنسان يقول كل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي ولا بد أن يأمر وينهى كل إنسان لابد هو يأمر وينهى حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر كما قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إذن هذا وصف كل نفس فكل نفس هي تأمر وكل نفس هي تنهى والإنسان حارث همام لا يقف همه ولا عمل فإن كان لوحده فهو يأمر نفسه بأن تفعل شيء وينهى ها عن فعل شيء وإن كان مع الناس يأمر بشيء وينهى عن شيء فيقول رحمه الله فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته والنهي طلب الترك وإرادته ولا بُدَّ لكل حي من إرادة من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه يعني لنفسه أن تفعل شيء ويقتضي بهما فعل غيره أن يطلب من غيره أن يفعل أو يطلب من غيره أن ينهى أليس الأب يأمر ولده أليس الأب ينهى ولده أليس الأب يأمر زوجه أليس الرجل ينهى زوجته أليس الأم تأمر ولدها أليس الأخ الكبير يفعل ذلك مع إخوانه أليس أليس إذن كل واحد بهذه الكيفية قال وبنوا آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلابد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلا وهذا موطن الشاهد وإلا فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى إما بضد ذلك وإما مما يشرك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا ظالا باطلا فلذلك لا بد لكل واحد أن يكون في أحد الجهتي أمرك لصغير أو كبير لا بد أن تتفقد هل هو بالحق أو بالباطل إن كان بالحق فأنت آمر بالمعروف إن كان بالباطل فأنت آمر بالمنكر نهيك إن كان نهي بالحق فهو نهي عن المنكر إن كان نهي بالباطل إذن هو نهي عن المعروف وهكذا كل واحد هل أحدنا فكر في مثل هذا وهل الإنسان عندما يخرج منه كل أمر وقف وقال هل أنا الآن من الآميرين بالمعروف أو الآميرين بالمنكر وكل نهي تطلقه بلسانك هل فكر هل أنت تنهى عن منكر أو تنهى عن معروف هذا شأن كل واحد من البشر بهذا الفهم لا بد أن نفهم ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن كل أمر وكل نهي يصدر منك اعلم أنه إما سيدخلك في هذه الفئة أو في تلك الفئة فراجع نفسك فهذه قضية أساس فإذا أدركنا ذلك فيقول الإنسان أيضا ما هو الميدان العظيم الذي من خلاله أحقق لنفسي أن أكون بصفة أهل الإيمان آمرا بالمعروف وناهي عن المنكر فإن أعظم ما في هذا الدين فإن هذه الشريعة وهذا الدين بالاستقراء الصحيح أنه أنزله الله عز وجل لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم عاجلا في هذه الدنيا وآجلا في الآخرة وأن في تحقيق ذلك السعادة لهم في الدنيا الحياة الطيبة وفي الآخرة الفوز والنجاة ورضوان الله جل جلاله والجنة وأن أعظم ما رُبِط بهذه المصالح تلك الضرورات الخمس التي ذكرها العلماء استقراءً لنصوص الوحي فإن هذه الشريعة جاءت لتحفظ للناس دينه ولتحفظ للناس أنفسهم ولتحفظ للناس عقولهم ولتحفظ للناس نسلهم وأعراضهم ولتحفظ للناس أموالهم وأن حفظ هذه الأمور الخمسة كل واحد منها من جانبين الأول حفظ للوجود إن موجودة كيف تبقى وإن ليست موجودة كيف توجد فهذا حفظ في الوجود وحفظ من العدم إذا نزل الشيء لإنهائها لإنهائها كيف يدفع ويصرف وإن نزل الشيء لإضعافها كيف يدفع ويصرف فهو حفظ بالوجود وحفظ من العدم وأن الجامع لهذا الحفظ لهذه الضرورات الخمس هو ماذا؟ هو قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو الحفظ الذي يجمع تحقيق هذه الضرورات الخمس أن يقوم لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالحفظ الذي يجمعها من جانب الوجود نسميه أمر بمعروف والحفظ الذي يجمعها من جانب العدم نسميه نهي عن المنكر فعلى سبيل المثال أن تعلم ولدك الصلاة هذا أمر بمعروف من جانب الوجود أن تعلم إنسانا عنده مال كيف يخرج الزكاة إذن هذا ماذا؟ أمر بمعروف إذن هو من حيث الوجود أن تعلم إنسانا حق جيرانه عليه ليحسن المجاورة إذن هنا تحقيق للوجود أمر بمعروف أن تعلم إنسانا كيف يصل رحما وما هي الحقوق التي لرحمه ثم حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها فالتعليم لإيجاد ذلك أمر بمعروف من حيث العدم أن تنهى قاطع الرحم عن قطيعته وأن تنهى شارب الخمر عن شربه وأن تنهى مؤذي جيرانه عن أذيته وأن تنهى المغتاب عن غيبته وأن تنهى من يسيء عشرة زوجته من إساءة العشرة إذن هذا حفظ من حيث العدم وكس على ذلك كل تلك الضروريات فإذن الجامع لحفظها هو أمر بمعروف ونهي عن منك فبهذين الأمرين أدركنا اتساع ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأول ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله كل أمر صدر منك وهنا تأتي من تنبه لذلك إذن أرجع إلى ما فعلت إلى ما أمرت إلى ما نهيت فهل كان مقياسك في كل أمر كان يصدر منك أنك تريد أن تكون من الآمرين بالمعروف وهل في كل نهي صدر منك كان مرادا عندك أنك تريد أن تكون من النهين عن المنكر أو أن القضية غائبة وأن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر كما يتخيله الكثير إنما هو قضايا محدودة مناطة بفئة معدودة وأن الإنسان هو خارج عن ذلك فكلمة شيخ الإسلام أعطتنا حقيقة قضية والله محل تنبه عظيم ثم ربط ذلك بالضرورات ولذلك ما يتعلق بحفظ النفس حفظ النفس من حيث الوجود المادي بأن تبقى فالأمر بالطعام وأن يكون من حلال وتجنب الحرام وأن لا يتغذى الإنسان بالحرام كل ذلك داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن قلت في البعد المعنوي لتلك النفس من الكرامة والاحترام أو المهانة والذلة أيضا كل ذلك أمر بمعروف ونهي عن منكر وإن قلت إلى العقل في بعده من حيث العدم بالخمر والمخدرات المسكرات أيضا الأفكار المنحرفة إذن لا بد أن يواجه بحفظ من حيث العدم من حيث الوجود التربية على الإيمان على العلم بالله جل جلاله بأحكام الشرع بالميزان الصحيح إذن حفظ العقل من حيث الوجود فإذا وقفنا مع تلك الضروريات التي لا تقوم سلامة الحياة إلا عليها وأن تحقيقها إنما يكون بهذا الأمر الجامع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن أي ميدان واسع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الذي سيخرج نفسه من هذا التكليف من الذي سيقول أنني لست مكلفا بهذا الجانب لأن هنا الإخبار عن خيرية الأمة كلها ولا شك بعد ذلك أن القضايا تتفاوت لكن العبر ليس هناك إنسان يقول لا ميدان أنني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا أدركنا ذلك وهذه المكان العظيم فيأتي هنا هل هناك في الوحي إخبار عن فوائد هذا العمل حال قيامه فوائده على القائم به هل هناك تنصيص فوائده على من وقع عليه ذلك هل هناك تنصيص فوائده للعموم والجميع هل هناك تنصيص فإن نظرنا أيضا إلى هذا الوحي العظيم فإنه يخبرنا أن هذا القائم بهذا العمل سيناله الخير العظيم فمما جاء في الوحي مما جاء في الوحي الجانب الأول ولننتبه يا إخوة أنت خلقت لغاية أنت خلقت لغاية هي أن تعبد الله وستسأل عن هذه الغاية كل ما عدا هذه الغاية إنما هو مساعد ومعين وفرع وليس أصلا لأن الله حصر غاية الوجود في عبادته وهو صاحب الحق لماذا صاحب الحق لأنه الذي خلق برهان الخالقية وهو يقول جل جلاله أفمن يخلق كمن لا يخلق الجواب ماذا لا والله ويقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي خلق وأوجدك ما يعرف ما الذي يصلحك والذي أوجدك أليس هو صاحب الحق أن يأمر فيك وأنت خلقه فلذلك إذا أدركنا واستوعبنا بيقين ووضوح وسلمنا أن الغاية الرئيسة والوحيدة لوجودنا التي هي أساس أن نعبد الله ما عدا ذلك فرع ومعين لتحقيق هذه الغاية فقيامنا بالأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر إذن ماذا يعني أننا قمنا بمقصود الوجود وبالغاية التي خلقنا لأجلها فالغاية متحققة بهذه الأمور الثلاثة أمر بمعروف نهي عن منكر إيمان بالله من فعل ذلك هو العابد لله هو العابد فقيامك بهذا إذن هو ماذا هو إنجاز مشروع الحياة هو إنجاز الغاية التي خلقت لأجلها عدم القيام به إذن هو تخلي وعدم القيام بما خلقت لأجله فإذن أول فائدة عندما تقم بهذا فتشعر أنك أنجزت ما خلقت لأجله وهذه عند المؤمن الحق هي أكبر قضية وأهم قضية ولا شيء يجعله يطمئن لملاقات ربه من أنه يشعر أنه يلقى الله وقد أنجز العمل الذي من أجله خلقه الله ليس شيء المؤمن يتمنى أن يلقى الله به إلا أن يلقاه بعمل هو إنجاز الغاية التي خلق لأجلها فاعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن قمت به فأنت ستأتي ربك جل جلاله بإنجاز ما خلقت لأجله فإذن هذه فائدة وفائدة عظيمة فائدة عظيمة عند كل عاقل عند كل عاقل عرف أنه مأمور وعرف أنه مسؤول وعرف أنه وجد في هذه الدنيا لغاية وأنه من ورائها ربا عظيم وسؤال كبير ومحاسب فلذلك ليس شيء سيجعله في طمأنينة إلا أن يشعر أنه أنجز المهمة وهذه هي مهمة هذا الإنسان الجانب الثاني أيضا من هذه الفوائد إقامة حجة حجة الله لغاية لغاية الوجود وظنوا أنهم وجدوا هملا وعبثا فالله عز وجل يحب أن يكون من عباده من يقف يوم القيامة أمام هؤلاء لتقام الحجة عليهم أين هذا نجده في كتاب الله قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكما ذكر الله عن قوم وعظوا قومهم من بني إسرائيل فقال قائل منهم فذكر الله ذلك لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم إذن يسقط التكليف عنك فتنجوا ثم تقوم مقام الشاهد على أولئك الذين لم يقبلوا فموطن تشريف وانفكاكم من عقوبة وكل منهما فائدة عظيمة جليلة أيضا أن من الفوائد التي ذكرت أن قيامك بذلك يرضاه الله أن يكون شكرا ما تتقلب فيه من نعم الله رضي الله أنعم عليك بالسمع البصر كل نعمة في جسدك أنعم عليك بالطعام بالشراب أنعم عليك بالنوم أنعم عليك بالصحة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر قال يصبح على كل سلام وَمَا مَا مِنْ أَحَدِكُمْ مِفْصَلَ صدق وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ صدق إذن رضي الله أن يكون الشكر على نعمه التي أنعم بها عليك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكافئ هذا العمل شكر تلك النعم رضي الله عز وجل ذلك وهذا أمر عظيم وفائدة جليلة أيضا النجاح من العذاب الدنيوي والنجاح من العذاب الأخروي والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من ذلك قوله جل جلال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فمن الذين جاء الناهي عن المنكر الناهي عن المنكر ثم فائدة عظيمة قيامك بذلك تشبه بالأنبياء تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته والمؤمل أن يكون ذلك طريقا إلى أن تحشر في زمرته فإذن هذه من الفوائد أما على من وقع عليه الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أعظم فائدة وهو ماذا أن يقبل ذلك ويمتثل فينجو إن كان مقصرا في المعروف فينجو من ذاك التقصير وإن كان مرتكبا للمنهي فينجو من تلك المعصي وهذا خير عظيم على من أمر وكم بل سبحان الله بكل بديهية ماذا كان أبو بكر قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا كان عمر وماذا كان كل أولئك فلما قام صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فإذا بأولئك شرحت صدورهم للإيمان فبعد أن كانوا يسجدوا لصنما هذا المكان كان يكتظ بمن يسجد للأصنام وبعد سنوات معدودة أصبح لا يحصى من يطوف حول البيت ولا يعبد إلا رب البيت وذلك ثمرة لدعوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أمرا بمعروف ونهيا عن منك فلذلك فلذلك ثمرة تعود على المأمور أيضا تهيئة الأسباب لتحقيق النجاة الدنيوية والأخروية للناس لأن قيام الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يرفع العقوبة العامة وفي ذلك حتى إمهال للعاص أن يتوب وأن يعود فهذا من الخير بالنسبة للمأمور والمنهي أما على العموم فهناك أيضا فوائد عظيمة منها إقامة هذه الملة والشريعة وحفظ هذا الدين وظهوره من ذلك رفع العقوبات العامة عن الناس ومن ذلك استنزال الرحمة ثم من ذلك تحقيق وصف الخيرية لهذه الأمة لأنه إذا لم يقم ذلك ذهبت تلك الخيرية وكيف نقول للناس أننا خير أمة إذا لم نكن من القائمين بهذا الوصف أيضا هذا المؤمن إذا وجد من يأمر وينهى فإن في ذلك شد لظهره وتثبيت على عمله وصالح ما يصنع لذلك كان يقول سفيان رحمة الله عليه يقول إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنفى المنافق ثمرا وثمرا عامة عظيمة إذن هذه أيضا من الأمور المرتبطة أما في حال الترك إذا لم يقم هذا الأمر وقوع الهلاك انتفاء وصف الخيرية سبب لظهور الجهل تزيين للمعصية عند الناس عدم إجابة الدعاء سبب ظهور غربة الدين كل هذه آثار ولها نصوصها في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يقول القائل ما هي أعظم المحفزات التي تدفع الإنسان للقيام بهذا الأمر وأن يجد فيها عونا على نفسه الأمار بالسوء الأول والأعظم إجلال الله جل جلاله وإعظام وحبه سبحانه وتعالى وأن الدلالة في ذلك أن المؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ولا شيء يسعده من أن يرى أمرا يحبه الله وقد وقد ظهر ولا شيء يؤلم من شيء يبغضه الله وقد ظهر هذا شأن المؤمن هذا شأن المؤمن ولذلك هل أنت تحب الله بحق يسأل الإنسان نفسه ذلك أتينا بكلمة سفيان في الدرس الماضي يقول إني أرى المنكر فلا أطيق تغييره ما أستطيع قال فأبول دما كمدا يقول يصيبني من الهم والغم والحزن حتى يمرض جسده ويبول الدم مكان البول من شدة ما أصابه إذن هذا الجانب الأول الثاني الخوف من الله وخشية الله وأن العقوب مرتبطة بعدم القيام بهذا الأمر ثم خشية الحرمان من تلك المكان العلي ومن تلك الأجور العظيمة ثم النصيحة التي يصفة المؤمن لعباد الله إذن هذه أمور تدفع الإنسان للقيام بهذا الأمر ثم أصل هذه المشروعية وهذا في كتاب الله كثير وعلى صيغ كثيرة الله أمر به الله جعله من صفات المؤمنين اللازمة لهم الله عز وجل جعله من صفات أضدادهم كما سبق الله سبحانه وتعالى حذر من تركه وأنه لعن أمة تخلت عن ذلك كما قال الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فلعنوا بذلك أيضا بيان أن فعل هذا الأمر سبب للنجاة وجاءت الشريعة والوحي بهذا الإخبار بيان أن هذا الأمر سبب للهلاك بيان أنه سبب للنصر والتأهيد الله ينصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنك الله أكبر الله أكبر أزاكم الله خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة